ازايكم حبابي يعملين ايه? يا رب تكونوا بخير يا موليد برج الدال. موليد برج الدال. ونهاردة ان شاء الله الاراية آآ العطفية بتاعتكم. آآ هشوف فيها احوالك واحوال شريكك. وآآ انت بتفكر في ايه? والشريك بيفكر في ايه? بسم الله. آآ برج الدال. ما تنسوش. حبابي لو كنت حد جديد معنا. آآ اشترك في الكنابة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ويلا كده بسم الله. اول كرت هسحبه آآ انا نيتي على طاقة آآ موليد برج الدال. فاول كرت ان شاء الله هسحبه هيكون لبرج الدال. بسم الله. برج الدال. طيب. الكرت التاني آآ ان شاء الله نيتي عليه لشريك برج الدال. نشوف شريكك طاقته ايه? بسم الله. تيك توك. وانت اوبسيرفر. برج الدال وانت في طاقة مرقبة. انت في طاقة مرقبة. بترقب مين بقى يا برج الدال و? يعني الكرت هنا افشك بقى. بترقب مين? في حد في حياة برج الدال و او في دماغ برج الدال وشايفة برج الدال و كده حاطة المنظار اهو. آآ مركز قوي مع الشخص ده. وبيرقبه. في حد انت عينك عليه ومركز معاه وبترقبه كده من بعيد لبعيد. وبتحاول تعرف آآ يعني اخبار عنه من مسافة بعيدة. تب ترقبه من مسافة. حطت الهدف على حد معين وبتحاول ترقبه. آآ برج الدال وكأنك في اختلاط من المشاعر مش عالك مختلطة وملقبطة. وآآ كأنك كده آآ الأمور مش واضحة معك. وكأنك كنت انت في علاقة مع حد في تجربة قبل كده. آآ تجربة عاطفية. وآآ حصلت مشكلة والمشكلة دي لسه ما تحلتش. وانت واخد وقتك بترقب من بعيد في صمت. وآآ بتشوف ممكن تعمل ايه. والشخص اللي انت بترقبه ده ممكن ما يكونش آآ حاسس ان انت كلام يعني كلامه اثر عليك فعلا. ولكن شايفاك بتاخد كم خطوة الورا كده وآآ وبتحاول تركز في العلاقة. ساعات كده ما يعني لما تكون في غابة وفيها اصجار في الطريق ما تعرفش تشوف اللي بعد الطريق ايه. فكأنك عامل كده. وساعات كمان آآ تسمع حاجة والشخص اللي قدهك بيكون بيقول حاجة تانية خالص. فالموضوع جايلك كده زي صدى كده. في تجربة سابقة كانت في حياتك والامور ما تحلتش وانت قاعد في طاقة مراقبة مراقب الشريك ده يا بور جدالو. عينك عليه ومركز معاه وبتحاول تشوف افعاله تصرفاته. الدنيا معاه ماشية ازاي? الامور بتاعته ايه? شايفاك آآ يعني عينك عليه من بعيد لبعيد و بترقب في صمت. يعني شايفاك بترقب الشخص ده في طاقة من الصمت وانت مش محسسه ان انت بترقبه او عينك معاه ومركز عليه كده. طبعا معه مش معقول هتروح تقوله ان انت بترقبه. بس انت من جواك مركز معاه قوي قوي. طيب. خلينا بقى نشوف الشريك في طاقة ايه? تيك توك او الوقت اللي مر. الشخص ده آآ بيحسب كل حاجة بوقته وبمعات. وافي طاقة دلوقتي يعني مركز على الوقت ومركز على المعات بتاع بتاع كل حاجة. عامل جدول لنفسه كده. وآآ بيقول ان كل حاجة لها وقته ومعات. وتوقيت اله مناسب. بالذات في مواضيع القلب في الشخص ده يعني عنده واقين ان كل حاجة بوقته ومعات. وبيقول لنفسه انه اكيد هيجي وقت آآ يعني انت هتحس بيه وهتكلمه. وآآ آآ الشخص ده بيقول آآ انه انت هيجي عليك وقته وهتبقى حاسس بيه وهتبقى حاسس بمشاعره وبكل حاجة هو حاسس بيها. وكل حاجة هتجيني في الوقت المناسب. يعني انت هتروح له في الوقت المناسب. الشخص ده بتعامل بحكمة جدا. بيقول ان فيه وقت اكيد هتحس بيه وهتحب وهتروح له. يعني يبدو كده من العلاقة ان انتم عارفين بعض. بس كل واحد بيتعامل مع تاني في صمت. طب تقالوا نشوفوا اللي حصل بينكم بقى. ما خلى العلاقة كده انت هو انت بترقبه من بعيد وهو عمل يقول كل حاجة ليها وقته ومعاد. بسم الله نشوف بقى ايه اللي حصل. هو اللي حصل. بسم الله اروداد دلو طيب انا قلت انتم عارفين بعض يا جماعة العلاقة دي مش جديدة العلاقة دي مش جديدة انتوا عارفين بعض من وقت طويل من زمان قوي ممكن من الطفولة كمان للبعض منكم خدوا بالكم القرية عامة و كان فيه بينكم قصة حب كبيرة وكان فيه وعود بالزواج والخطوبة والحياة ولكن العلاقة دي تعلقت فجأة وحصل تربيطة كده لبرج الدالو تربط وتكتف معرفش ياخد فيها اي خطوة و برج الدالو رمى نفسه في الشغل وركز على عمله وركز على انه يساعد الناس ويعمل اعمال خير وخدت بعدك ومشيت يا برج الدالو ولكن انا شايفة انه فيه رجوع للعلاقة دي تاني وعلاقة حترسم بارتباط رسمي خطوبة او زواج عند البعض خطوبة وعند البعض زواج طب ايه اللي خلى العلاقة دي يعني سبتوا بعض ليه ومشيتوا ليه واحدة ست وقعت بينكم وعملت لكم طاقة سلبية انتو فاهمين يعني ايه لما بقول لكم طاقة سلبية في واحدة ست في الاجواء وقعت بينكم من شريكك وعمل الطاقة السلبية للشريك طب الشريك شايفة ازاي شايفة في طاقة الامبرور اعكسوا الطاقة ممكن تعكسوا الطاقة على فكرة يعني لو حدي بتجسس على برج الدالو فايعكس الطاقة طيب شايفة ايه شايفة انه فيه رجوع فيه شخص بيقدم لك هدية شخص عايز يرجع بعضة زواج شايفة ازاي صان الشمس هترجع تستعطيني على العلاقة دي شايفة فيه اخبار وصلت لك عن الحبيب يا برج الدالو والاخبار دي فيها بدايات وفيها انتصارة للحبيب عشان كده انت بترقبه وانت منساعد الاخبار الحلوة اللي جات لك دي وانت عمال بترقبه انت غير بقى حد ياخده حيف حد ياخده او يرتبط به ولكن انا شايفة يعني الامور ماشيها ببطء بس بعد البطء ده ان شاء الله ترجع الامور تتفتح تاني هترجع الامور تحت السيطرة فيه طرف تالت وقع العلاقة دي ببعض فيه حد مش كويس في النص خرب العلاقة والمشكلة انه انت والشريك اديتوا فرصة للناس دي انها تخرب العلاقة بينكم ولكن شايفة بعد الدقيق ده فيه فرج خلينا اقول لكم الابراج برج السرطان برج التور الاسد ايه تاني الميزان العقرب كمان عندك الايس ايه ايه الابراج اللي زهرة عندي ممكن الشريك يكون منها طيب انا شايفة انه فيه احتفال هيرجع للعلاقة دي هترجعوا تاني مع بعض هترجعوا تحتفلوا مع بعض وفيه لم شمل وفيه حفلة زفاف ان شاء الله تلات كروت بيقولولي ان فيه حفلة زفاف ان شاء الله عند موليد برج اه الدلو فيه احتفال فيه رجوع ورجوع بعد تفاهم هيكون فيه نهاية للمشاكل وفيه شفاء عاطفي وشفاء جسدي كمان لو فيه حد تعبان شايفة هتقضوا وقت حلو مع بعض هتحسوا فيه بالرضا وهتكون الطاقة ايجابية جدا جدا بينك وبين الشخص ده كمان الشخص ده اللي انت بتحبه يا برج الدلو كأنه هو يا حد مهم برضو حد في مكانة مرموكة كده حد وصل لمستوى اعلى ولكن انا شايفة ان الشخص رجع وبيقدم لك هدية وفيه مصلحة في الاجواء الشخص ده ما فيش حد يدخل حياته على فكرة لو بتسأل في حد في حياته ولا لأ لأ الشخص ده بيبص على الماضي الشخص ده عايز يرجع يقدم عرض الشخص ده رامي نفسه في الشغل هو كمان ومركز على شغل ومركز على حياته العملية بس فيه اخبار جات لك عنه او هتجي لك عنه وفيه صديق قديم يا بورج الدالو هيجيب لك اخبار عن الشريك او عن الحبيب ده بس انت بقى يعني انا شايفة انت بقى لك فترة قاعد متكتف ومتربط شايفة انه فيه ان شاء الله امور هترجع تاني وعلى فكرة بورج الدالو مش شخص واحد الوقع بينك وبين الشريك ده فيه اكتر من شخص ممكن يكون العيلة فيه معارضة من العيلة على اساس انه الشخص ده حد منكو اعلى من التاني في المستوى ممكن يكون ناس مش حبلكم الخير فوقع بينكو بس انا شايفة فيه لم شامل ان شاء الله وفيه حفلة زواج عندك كمان الزهير وفند واذكرت ده يعني من الكروت الايجابية جدا فيه لم شامل وفيه حفلة زفاف ان شاء الله بينك وبين الشخص ده او الشريك ده كمان الامور او العلاقات هيبقى فيها انتصار على عقبات الماضي لو حاجة وجهتك انت هو في الماضي يعني خلاص هتنتصر عليها وشايفك هتفوز برغبة قلبك عندك الاسف سوردز شايف كده الانتصار فيه حاجة قلبك معلق بيها او نفسك فيها انها تحصل هتحصل وانت هتكون فرحان بيها قوي وشايف اعتدال بقى في الامور بعد وقت عصيب العلاقة دي مرت به العلاقة دي ما كانتش كده يعني ما مرتش مرور الكرام شايف ان العلاقة دي مرت بتحديات كتير جدا ومرت بامور ما كنتش تتوقع ان هي ممكن تمر بيها كده بس كل ده خلاص هيعدي فيه فرص حلوة جاية للعلاقة دي فحاول بقى تستغلها يا برج الدلو فيه نهاية سعيدة بس انت انتبه لنفسك وركز وافتح قلبك مرة تانية افتح قلبك مرة تانية كمان ممكن تجي لك رؤية تظهر لك فيها حاجة معينة فركز كمان على رؤياتك عندك الزصان بدايات جديدة الشمس الشمس هترجع تستعطيني على حياة برج الدلو كانت ده ايجابي جدا وانا بحب جدا جدا كانت الزصان ده الزصان ده اللي هو بيقول لي انه العلاقات بتوصل لمستوى اعلى مستوى بقى فيه يقزة فيه فرصة وفيه سعادة فيه امور بتزدهر وبتتحول من نجاح لنجاح ومن ازدهار لازدهار كانت ده من كورة اركانة كبرى كانت ده جميل جدا على كل الاصعيدة بقى الصحية والعطفية والعملية وكل الاصعيدة فابشر يعني كانت ده بيجي معاها تبشرات حلوة جدا جدا علاقتك بالشريك هتزدهر وحتقضوا كل دقيقة مع بعض مش تبقوا عايزين تضيعوا وقت وفي الرجوع ان شاء الله هيكون فيه هتروحوا مكان بعيد هتهربوا بقى من الضغوطات هتبدأوا حياة جديدة ولكن شايفا ان شاء الله الامور هتكون مستقرة وعلى ما يروم خليني اخد لك كروت الرومانس واشوف نشوف بقى كروت الرومانس هتقول لنا ايه بسم الله بسم الله بسم الله بقى كروت جديدة كده بسم الله بسم الله برج الدلو كرت الاول بيقول لك سامح وتعلم من الماضي وحرر نفسك انت مستعجل فاصبر في حب هيدخل على حياتك والملكة سمعت تعواتك لحبك الكبير وبتقدم لك البطاقة دي بتقول لك انه كل حاجة في قلبك هتتحقق وانت بس شيل الخيوت بتاعة العنكبوت دي اللي هي موجودة شايفها في الكرت دي معناها امسح اخطاء الماضي وانت اتعرضت للازى قبل كده وخايف تتعرض للازى مرة تانية وفي حواجز بينك وبين الحب اللي في حياتك شيلها وابدأ من جديد والامور هتبقى معاك على ما يرام وما تخافش وممكن كمان الكرت التاني بقى بيقول لك بيكمل لك بقى بص بقى سبحان الله الشخص ده ممكن يكون هو الشخص المختار هو ده اللي عينك عليه ده اللي انت بترقبه هو ده اللي انت بتدور عليه آآ انت عارفه فعلا وانت ممكن تكون على علاقة به وآآ العلاقة تستحق ان انت تكون فيها آآ ممكن تكون انت متجاهل الشخص ده ولكن هو ده اللي هيكون شريك حياتك ممكن تحلم به او تجيلك رؤية وآآ رؤية هتكون واضحة وآآ سواء في العلاقة مع الشخص ده او حد في المستقبل ركز وآآ لما تسحى هتفتكر الحلم وهتحس فيه ان انت مرتاح او لأ وهتعرف وقتها انه هو ده الشريك ولا لأ فيه اشارة يعني هتجيلك بقى حلم او اشارة وهتوجهك آآ للحياة العطفية اللي انت تستحقها والملائكة هتتوجهك للشريك الصح كارت التالت بيقولك كارت ده معناها استدعاء رفيق الروح يعني السلمية بتاعك او التوقم الروح بتاعك آآ بيقولك انه صلواتك وتأجداتك آآ ربنا سمعها وانت فيه رفيق لروحك والشخص اللي انت شاركت معاه اوقاتك هو ده هو ده الشخص اللي آآ هتنمو معاه وحتتبادله الحب وهتتبادله المشاعر الشخص ده آآ من اصدقائك على فكرة الشخص ده حد قديم في حياتك وممكن يكون من اصحابك بقى في الشغل في القريبك في العيلة حد في الدراسة ولكن صلواتك وتأكيداتك آآ بتجمع بينكم وبتساعد انه المسافة تبقى اقرب من الاول بينك وبين الشخص ده او الشريك ده بورج الدال ودي كانت آآ قرأيتكم آآ العطفية اتمنى يا رب بتكون عجبتكم وآآ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واشوفكم في فيديو جديد